بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب وطالبات الثانوية العامة أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من حلقات البرامج التعليمية ولغتنا الجميلة اللغة العربية اليوم سوف نتحدث عن فرع من فروع اللغة العربية نبدأ به وهو فرع البلاغة ثم يليه فرع النحو البلاغة العربية هي علم مواطن الجمال نتعرف الآن على قطعة للشاعر إليا أبو ماضي وهو من شعراء مدرسة المهاجر شاعرنا اليوم هو الشاعر إليا أبو ماضي من شعراء مدرسة المهاجر الذين هاجروا من الوطن العربي إلى الأمريكتين قال إليا أبو ماضي في قصيدته كن بلسما لأن شعراء المهاجر تميزوا دائما كان الشعر عندهم تعبير عن نفس الإنسانية وآمنوا بأن الشعر يقوم على تهذيب النفس الإنسانية يقول في قصيدته أحسن وإن لم تجز حتى بالثنى أي الجزاء الغيث يبغي إنهما من ذا يكافئ زهرة فواحة أو من يثيب البلبل المترنما عد الكرام المحسنين وقسهم بهما تجد هذين منهم أكرما يا صاح خذ علم المحبة عنهما إني وجدت الحب علما قيما ميز الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية الصورة البيانية في قوله علم المحبة الصورة البيانية في قوله علم المحبة في البيت الأخير تشبيه بليغ استعارة مكنية تشبيه مجمل أم مجاز مرسل طبعا قلنا قبل ذلك أن المضاف والمضاف إليه من علامات التشبيه البليغ فعلم المحبة في النحو هذا مضاف ومضاف إليه يكون تشبيه بليغ لأنه شبه المحبة بالعلم فالمحبة هو المشبه والعلم هو المشبه به السؤال الآخر الغرض البلاغي من الاستفهام في البيت الأول أي الجزاء التقرير الاستنكار النفي التعجب عندما يأتي لك بأسلوب استفهام أجب عن هذا الأسلوب كما أخذنا فيما مضى مع أحمد شوقي وهل سلى القلب عنها؟ وسلى مصر هل سلى القلب عنها؟ هل سلى القلب عنها؟ سؤال أجب هل نسيها القلب؟ هل نسي القلب مصر؟ لا فإذا أجبت بكلمة لا يكون الغرض من الاستفهام النفي وهكذا معنى أي الجزاء؟ لا جزاء يرجوه الغرض البلاغي هنا النفي في البيت الثاني اطناب بالاعتراض أم بالترادف أم بالتكرار أم بالتذييل الإطناب هو زيادة الكلام هنا في البيت الثاني كلمة يثيب ويكافئ إذن الكلمتان مترادفتان زيادة في الكلام عن طريق الترادف تكون الإجابة هي الترادف بين مدى الترابط الفكري في الأبيات هذا السؤال يأتي معنا من أسئلة التجربة الشعورية بين مدى الترابط الفكري في الأبيات دائما عندما نجد الأبيات بنظرة في الأبيات نجد أن الفكرة الرئيسية هي الإحسان دون انتظار الجزاء هيا نقول كيف أن الفكرة الرئيسية قد انعكست على شعوره وعلى إحساسه إذا انعكس الفكر أنتم تعلمون أن التجربة الشعورية عبارة عن عناصر منها الألفاظ والفكر والشعور فإذا مزج الشاعر بين فكره وشعوره وكانت فكرته إنعكاساً لوجدانه وجاءت ألفاظه أداة سحرية تعبر عن ذلك إذن تحققت التجربة الشعورية فهنا يقول بنظرة في الأبيات نجد أن الفكرة الرئيسية هي الإحسان دون انتظار الجزاء ثم دلل على فكرته في البيت الثاني بالزهرة التي تفوح ثم نقوم بشرح الأبيات هذا يدل على أن هذه الفكرة إنعكست على وجدانه دون انتظار الجزاء ثم دلل على فكرته في البيت الثاني بالزهرة التي تفوح عطراً والبلبل المغني دون انتظار الجزاء ثم وجه خطابه وسؤاله بعد الكرام المحسنين وقياسهم بالزهرة والبلبل ثم في البيت الأخير ينبهنا بأن نأخذ علم المحبة عنهما وبذلك لا تنسى عزيز الطالب أن تنبه أن في الأبيات ترابط فكري من خلال الفكرة والتدليل عليها ما نوع الإيجاز؟ وضح نوع الإيجاز في قوله تجزى في البيت الأول واذكر أثره إذا كان هناك فعل مبني للمجهول زي تجزى أو تقضى إذن يكون هناك إيجاز بحذف الفاعل فكلمة تجزى من الذي قام بالجزاء لا نعلم فهو إيجاز بحذف الفاعل لإثارة الذهن استخرج من البيت الثالثي أسلوبا إنشائيا وحدد غرضه البلاغي عدى الأساليب كما أخذنا قبل ذلك هناك أسلوب إنشائي وينقسم إلى أسلوب إنشائي طلبي وغير طلبي وهناك أسلوب خبري واسلوب خبري لفظا إنشائي معنا الإنشائي الطلبي منه الأمر والنهي كلمة عدى الكرام عد فعل أمر إذن نقول أسلوب إنشائي طلبي نوعه أمر أما غرضه النصح والإرشاد القصيدة الثانية لحافظ إبراهيم حافظ إبراهيم من من الطلاب يقول أين أخذنا هذا الشاعر في الأدب في أي مدرسة أدبية ومن أي مدرسة أدبية ينتمي حافظ إبراهيم أسمع كثير من الطلبة نعم حافظ إبراهيم من المدرسة الكلاسيكية الجديدة قال حافظ إبراهيم إني لأحمل في هواك صبابة يا مصر قد خرجت عن الأطواق لهفي عليك متى أراك طليقة يحميك رام حماك شعب راقي والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق سؤال الأول ميز الإجابة الصحيحة مما بين البدائل التالية يا مصر في البيت الأول نداء غرضه التنبيه أم التعظيم أم الالتماس أم التمني طبعا كلمة يا مصر ينادي على وطنه إذن يعظم مصر يا مصر هالنداء للتعظيم متى أراك طليقة في البيت الثاني استفهام غرضه المصح النفي التمني أم الاستنكار أسمع كثير يقول التمني متى أراك طليقة كان يتمنى في عصر الاستعمار الإنجليزي في مصر أن يرى بلاده حرة طليقة فكان هنا الاستفهام غرضه التمني ما نوع البيان في قوله أحمل في هواكي صبابة نوع البيان أسمع كثير من الطلاب نعم هي استعارة مكنية لماذا؟ أحمل في هواكي صبابة هل الهوى يحمل أيها الطلاب؟ أحمل في هواكي صبابة هل الصبابة والهوى والشوق والحب يحمل؟ أم أنه شبه بشيء مادي يحمل فهي استعارة مكنية لأنه حذف المشبه به جمعت تجربة الشاعر مستويات فكرية ووجدانية هنا عنصران من التجربة الشعرية الفكر والوجدان لابد أن نترجم أعزاء الطلاب لابد أن نترجم السؤال ماذا يعني وماذا يريد؟ نعم المستوى الفكري والوجداني أي الفكر والشعور عبر عن ذلك نقول دائما أساس الشعر الجيد أن يمتزج فيه الفكر بالوجدان بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر والشاعر الموهوب أعزاء الطلاب هو الذي يفكر بقلبه ويشعر بعقله نعم وبنظرة في الأبيات نجد أن العاطفة المسيطرة على الشاعر هي حب الوطن وقد تسربت إلى فكره هذه العاطفة تسربت إلى فكره ومن هنا مزج بين الفكر والوجدان وهي الحديث عن مصر وأن يحمي شعبها حماها ومن هنا قد نقل لنا الشاعر فكرته من خلال وجدانه عبرت ألفاظ البيت الثاني عن صدق أحاسيث الشاعر وضح عبرت ألفاظ البيت الثاني عن صدق أحاسيث الشاعر إن الألفاظ أعزاء الطلاب هي الأداة السحرية التي يعبر بها الشاعر عن إحساسه وبنظرة في البيت الثاني نجد أن عاطفة التحسري بسبب الاستعمار قد تسربت إلى ألفاظه حيث قال لهفي عليك متى أراك طليقة مما يوحي بالحسرة والحزن ومن هنا قد تسربت عاطفة الشاعر إلى ألفاظه واكتملت لديه عناصر التجربة الشعورية هل تحققت الوحدة الفنية في الأبيت؟ يقصد هنا بالوحدة الفنية هي الوحدة العضوية فكلاهما سواء هل تحققت الوحدة الفنية؟ لا لم تتحقق الوحدة الفنية هنا في الأبيات نحن نعلم أن الوحدة الفنية أو الوحدة العضوية معناها هي تحقق وحدة الموضوع وحدة الوجدان والشعور وترابط الأفقار هنا لم تتحقق الوحدة الفنية في الأبيات فمن حيث الفكر تعددت الفكر في الأبيات فلم تأتي واحدة فلقد تحدث عن مصر في البيتين الأول والثاني ثم خرج عن الموضوع وتحدث عن العلم في البيت الثالث فلم يوجد هناك وحدة في الفكرة فمن هنا لم تتحقق الوحدة الفنية أو الوحدة العضوية في الأبيات قطعة أخرى قال الإمام الشافعي الناس بالناس ما دام الحياء بهم والسعد لا شك طارات وهبات وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا فالسعد تارات قد مات قوم وما ماتت مكارمهم وعاش قوم وهم في الناس أموات ميز الإجابة الصحيحة مما بين البدائل التالية الصورة البيانية في قوله ماتت مكارمهم في البيت الأخير أسمع منكم من يجيب أحسنت المكارم لا تموت نعم شبه المكارم بكائن حي أو إنسان يموت فهي استعارة مكنية حزف المشبه به وأتى بصفة من صفاته البديع في الشطر الأول لا بد أن نلاحظ السؤال ونحدد هو يقول الشطر الأول من البيت الأخير ماتت ولم تمت هل هنا طباق إيجاب أم جناس تام أم طباق سلب أم جناس ناقص نعم أسمع الإجابات طباق سلب مات وما ماتت وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون طباق سلب في البيت الثاني إطناب بالترادف الاعتراض التكرار التذييل الاعتراض أن تأتي جملة اعتراضية يسهل أن أزيلها وتكتمل الجملة فهنا إطناب بالاعتراض في البيت الثاني إيجاز بحذف المفعول به الفاعل المبتدأ أداة النداء هناك أيضا كما قلنا كلمة مبنية للمجهول إذن اسلوب إيجاز بحذف الفاعل أحسنتم حدد الفكرة الرئيسة في الأبيات وأثرها في اختيار الألفاظ الفكرة الرئيسة في الأبيات هي عمل المعروف والأخوة بين الناس وقد تسربت إلى ألفاظ الشاعر هنا نبرهن على الوحدة الشعورية أن الفكرة تسربت إلى الألفاظ في قوله الناس بالناس مما يحب الأخوة التي أرادها في فكرته تقضى على يده حاجاته مما يحب نشر المعروف والخير بين الناس بين الغرض البلاغي من النهي في البيت الثالث النهي كالأمر هنا النصح والإرشاد ما أو حدد وسيلة القصر حدد وسيلة القصر في الشطر الثاني من البيت الثاني هنا أسلوب قصر بتقديم الجار والمجرور على نائب الفاعل تقديم الجار والمجرور كقولك مثلا من الممكن أن تقول الحمد لله أو لله الحمد فإذا قلت لله الحمد أي قصرت الحمد لله وحده دون غيره وهنا في البيت مثل هذا المثال بتقديم الجار والمجرور على نائب الفاعل قصيدة لحافظ إبراهيم أيضا وهو من شعراء الكلاسيكية ماذا يريدون لا قرة عيونهم إن الكنانة لا يطوى لها علم كم أمة رغبت فيها فما رسخت لها على حولها في أرضها قدم ما كان ربك رب البيت تاركها وهي التي بحبال منه تعتصم ميز الإجابة الصحيحة مما بين البدائل التالية الصورة البيانية في قوله حبال في البيت الأخير تعتصم بحبال تشبيه بليغ استعارة مكنية استعارة صرحية مجاز مرسل آه أسمع من يجيب كلمة واحدة وهناك علاقة مشابهة إذن استعارة تصريحية أحسنتم أما إذا كانت هناك علاقات أخرى غير المشابهة من الكلية والجزئية مثلا فتكون مجاز مرسل أما هنا العلاقة هي علاقة مشابهة في البيت الأول إطناب بذكر العام بعد الخاص التذييل ذكر الخاص بعد العام التكرار هنا إطناب بالتذييل ما معنى إطناب بالتذييل أن يأتي الشاعر بحكمة في ذيل البيت إن الكنانة لا يطوى لها علم حكمة حكمة أي من الممكن أن نقولها فيما سوى الشعر إذن إطناب بالتذييل أي حكمة في ذيل البيت تبرهن عليه الغرض البلاغي من الاستفهام في البيت الأول التقرير التعظيم النفي السخرية طبعا يتحدث عن السخرية لأن يتحدث عن المستعمر الغاشم الذي يستحل بلدا غير أرضه وبلده فهنا الاستفهام للسخرية أعزاء الطلاب في الشطر الثاني من البيت الأول إيجاز بحذف المفعول به الفاعل شبه الجملة أم المبتدأ أسمعوا الإجابات نعم سلوب إيجاز بحذف الفاعل كما قلنا قبل ذلك لماذا جاءت كلمة أمة نكرة في البيت الثاني تنكير كلمة أمة في البيت الثاني أفاد التخصيص التعظيم التحقير التقليل التحقير كم أمة هل هنا يعظم الأمة التي تحتل أم يخصص أم يقلل أم أنه يحتقر هذه الأمة التي تحتل البلاد وتستحل أراضي غير أرضها فهنا أفاد التحقير عندما تأتي بالنكرة ويسألك لماذا تأتي نكرة أو لماذا عرف الكلمة تعتمد على المعنى عزيزي الطالب تتابق العنصر الفكري تتابق العنصر الفكري مع العنصر الوجداني في الأبيات السابقة وضح ذلك يسأل في التجربة الشعورية أيضا نبرهن على امتزاج الفكر بالعاطفة ونقول إن أساس الشعر الجيد أن يمتزج فيه الفكر بالوجدان بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر والشاعر الموهوب هو الذي يفكر بقلبه لاحظ أيها الطالب ويشعر بعقله أي مزج بين الفكر والقلب مزج بين العقل والقلب وبنظرة في الأبيات نجد أن العاطفة هنا المسيطرة على الشاعر هي حب مصر وقد تسربت لنبرهن أنها تسربت إلى عاطفته وأن العاطفة تسربت إلى الفكرة وتسربت إلى فكرته وهي الحديث عن شموخ الوطن وعزته والدعاء على المستعمر وتوضيح أن مصر لم تستقر لغاز وأن الله لن يتركها لأنها تمسكت بدينه وشريعته على مر العصور ترجمة نانسي قنقر أعزائي طلاب الآن فرغنا من درس البلاغة والآن ندخل على فرع آخر من فروعة اللغة العربية هو فرع النحو والنحو هو علم يوضح الموقع الإعرابي للكلمة في لغتنا العربية مما يدل عليها معناها هيا بنا نطالع كثير من الأسئلة في اللغة العربية عن طريقة التمييز بين البدائل وهي طريقة تقيص أيضا الفهم وليس حفظ القواعد ميز الإجابة الصحيحة مما بين البدائل التالية يثاب كل العاملين المخلصين يثاب العاملون المخلصون كل الثواب الإعراب الصحيح لكلمة كل في المثالين السابقين يثاب كل العاملين هنا تعرب أسمع من يقول نائب فاعل لأن كلمة يثاب فعل مبني للمجهول كلمة كل نائب فاعل أحسنت إذن عن طريق تحديد إعراب أول كلمة من الممكن أن تستبعد اختيارات من الموجودة عندنا فهنا نستبعد آخر اختيارين فيكون الإجابة إما الأولى أو الثانية أما الجملة الأخرى يثاب العاملون المخلصون كل الثواب نعم أسمع من يقول نائب عن المفعول المطلق كلمة كل هنا نائب فيكون الاختيار الأول نائب فاعل مرفوع ونائب عن المفعول المطلق منصوب بالفتحة أحسنتم قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى الإسم المقصور الوارد في الآيات الكريمة علينا نارا للهدى تلظى أحسنت علينا حرف ونارا تنوين أحسنت أسمع من يجيب للهدى لأن الإسم المقصور إسم معرب آخره ألف لازمة أي تلزم في الإسم فكلمة الإسم المقصور في الآيات كلمة الهدى مصر بانية أركانها بشبابها مصر مبنية أركانها إعرب كلمة أركان في المثالين السابقين لعلك لاحظت ذلك من نطقي لكلمة أركانها وأركانها نعم بانية في الاختيار من المتعدد عزيز الطالب لابد أن أحدد ما الدرس الذي يقوم بالسؤال فيه بانية أركانها أحسنت أسمع من يقول اسم الفاعل العامل بانية أركانها أحسنت إذن كلمة أركانها مفعول به منصوب تبني لأن نستغني عن اسم الفاعل ونأتي بفعله اسم فاعل يعمل عمل الفعل مصر تبني أركانها إذن أركان وأركانها مفعول به منصوب بالفتحة إذن نستبعد آخر اختيار يكون عندنا ثلاثة اختيارات مصر مبنية اسم مفعول عامل يأتي بعده نائب فاعل فيكون الاختيار الثالث مفعول به منصوب ونائب فاعل مرفوع قال الشاعر وبئس أمرا من لا يعين على التقى ونعم صديق المرء من كان عونه أمرا الإعراب الصحيح لما تحته خط في الأبيات السابقة مبتدأ مؤخر فاعل مرفوع أي الاختيارات نعم أمرا أسمع من يقول تمييز اسلوب نعم ذم تمييز منصوب وما دمت قد توصلت إلى الإعراب الأول تمييز ولا يوجد غيرها في الاختيارات إذن هو الاختيار الثالث تمييز وفاعل مرفوع بالضغم أحسنت إنك لتحاول بناء مستقبلك فتخطط له وتأتي وتصبر لتحقق أملك المنشود المضارع المنصوب في العبارة السابقة من يأتي به أعزاء الطلاب هناك أفعال مضارعة كثيرة نعم أسمع من يقول لتحاول خطأ إنك لا تحاول هنا لا متوكيد وهي لا تؤثر فلابد أن تستبعدها طب كيف أستاذ العزيز أن أعرف أنها لا متوكيد احذف اللام وقرأ العبارة إنك تحاول فجاءت هنا للتوكيد ليس إلا فلا يستصلح أن تكون مثلا لم التعليل الفاء طفت فتخطط إنها ليست فاء سببية لأنها لم تسبق بشروطها ولكن هنا لتحقق أسمع من يقول الإجابة الصحيحة نعم لأن اللام هنا لام التعليل وتصبر لتحقق نعم تعلل إن عرفت أن الخروج على الطبيعة عوج فسر على طبيعتك سبب اقتران جواب الشرط بالفاء فسر جملة اسمية طلبية جملة مسبوقة بالسين أم جملة فعلية فعلها جامد أذكركم تمام يقترن جواب الشرط بالفاء إذا كان إسميات طلبيات وبجامد وبما وبقد وبلا وبالتسويف هنا فسر طلبية أمر جملة طلبية أمر قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اعراب ما تحتو خط كلمة كمثله والبصير ليس كمثله إياك أن تخطئ وتحسب أن الكاف حرف جر أصلي هناك حروف جر زائدة وهي الكاف والباء ومن احذر نعم هنا خبر ليس منصوب محلا مجرور لفظا أما كلمة البصير هي خبر ثاني وهو السميع البصير لماذا تعتبر خبر ثاني الخبر الثاني أولادي عندما نستغني عن أيهما فيكتمل المعنى يجوز أن أقول وهو السميع أو وهو البصير إذن تعدد أخبار إذا الاختيار الأول خبر ليس منصوب محلا مجرور لفظا وخبر ثاني مرفوع بالضمة أعزائي طلاب وطالبات الثانوية العامة في نهاية حلقتنا أتمنى لكم دوام التوفيق وعلى أمل اللقاء دائما معكم في حلقة جديدة من حلقات البرامج التعليمية ولغتنا الجميلة اللغة العربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر